السلام عليكم اليوم عندنا 12 حركة نصية احترافية باللغة العربية لبرنامج أدوي بريمير برو طبعا هذه المفروض أن تشتغل على آخر إصدار من نسخة CC 2017 ونسخة 2020 بالنسبة للنسخة 2020 من أول نسخة إلى آخر نسخة شغالة ما فيها أي مشكلة لكن مفروض أن تشتغل فقط على آخر إصدار من CC 2017 الإصدارات اللي أقل أعتذر ما رح تشتغل بعدكم خلينا نشوف المعينة ونرجع لطريقة الاستخدام شكرا رح تلاقي عندك بالملفات خط سلطان هذا الخط المستخدم مع القالب المفروض أنه تثبت هذا الخط حتى يثار عندك مثل ما وجود عندك بالمعينة سهين فأنت رح تفتح الخط مرتين بعد رح يفك الضغط وعندك أربع خطوط أو أربع أوزان من نفس الخط لك يمين تختار Open أو Install على حسب النظام الذين الذكية في اللي على الماك تختار Open بعدين تختار Install phones وكلهم رح يثبتون بعد ما كملنا كل شي رح نروح ونسحب الملفات داخل البرنامج طبعا اللي اللي عنده ماك تروح على اسم المستخدم بعدين على مجلد Library Application Support Adobe Command ومبعدين Motion Traffic Templates اللي عنده Windows تفتح My Computer تروح على C تروح على Users بعدين اسمك وبعدين بقية المسار فأنت ممكن توقف الفيديو هسا بعدين ترجع له أنا رح نسخ الكل كليك يمين وبعدين نختار Copy بعدين رح نروح على Finder وبعدين رح ننتقل على مجلد Library وبعدين Application Support بعدين Adobe بعدين Command وبعدها Motion Traffic Template بعدين رح نسخ الملفات وبعد نفتح برنامج Premiere Pro نعمة سيكون جديد وبعدين نختار Enter بعدين رح تروح على Window وتختار Essential Graphics بعدين رح تفتح لك النافذة بأي مكان كانت مو مشكلة لما تروح على Essential Graphics رح تلاقي اسماء الملفات رح أسحب مثلا نقم واحد وخليه على Timeline رح يقول لي تريد تغير الإعدادات أنت ممكن تختار Keep وممكن تختار Change على حسب ما تريد إذا احتاجه يتكتب اللغة العربية رح تلاحظ أن الكتابة بالعقس فانتازم تحتاج أداة وسيطة حتى تكتب اللغة العربية فسواء كان عندك الماك أو كان عندك الويندوز ممكن نستخدم هذا الموقع بعدين على جهة اليمين Input اللي هي الكلمات التي تكتبها وعليسها رح تطلع لنا النتيجة فأني مثلا أريد أغير الإسم من حسن المزوري أختار اسم ثاني مثلا نكتب Adobe Premiere كمثال بعد ما أكتب Adobe Premiere أروح على Process Input رح تحول أن نعل Output بهذا الشكل بعدين أحدد النص وأعمل نسخ وبعدين رح أروح على Premiere Pro أحدد النص اللي عندي في التايم لاين بعدين تلقائيا هو رح يفتح للEssential Graphics وبعدين رح أنزل أشوف الاختيارات عندي أول واحد Mark Sanders اللي هو بالأساس كان الاسم الأصلي للقالب فأني سويته حسن المزوري رح أحدد وبعدين رح أسوي لسق بعدين رح أجي علي مكان بالتايم لاين رح ألاحظ أنه الاسم تغير إلى أدوي Premiere زين الاسم الثاني اللي هو محرر فيديو أنا ممكن أكتب برنامج Montage كمثال بعدين أختار Process Input بعدين أنسخ وبعدين رح أجي وألسق في المكان الثاني بعدين أي مكان لحرك الشكل رح يصير عندنا برنامج Montage نجعل الاختيارات الموجودة في كل قالب أول شي عندك أول خيار اللي هو تغيير الشكل حاليا الشكل مستطيل فعلي لو سوية صح رح يصير بهذا الشكل يعني يكون شوية مائل فنفس الحركة تبقى مثل ما هي هالشكل وجينا بس مجرد أنه هي تغيير شوية فنزل للأسفل عندنا هو شي تكبير الناص وتحريك الناص بشكل عام اللي هو Position Title فعلي لو حركت مين يسار رح ينزل من الأسفل وعلى هذه لو حركتها رح تكون بهالشكل ممكن تكبير بهذا الشكل ممكن تصغير على حسب ما تريد نفسه هذا كبر وزغر فيه باللي شوفه مناسب هذا أيش هذا بشكل عام أنا لو ردت مثلا أحرك بس النص لأول عندي أول شي Position اللي هو المكان فعني ممكن أحرك يمين ويسار على حسب ما أشوف مناسب وثاني واحد اللي هو Scale اللي هو تكبير النص الأول فعني ممكن أكبره على حسب ما أشوف مناسب مثلا بهذا الشكل بعدها نصعده للأعلى نجعل الثاني أيضا نفس الحالة Position مع Scale فالPosition اللي هو يمين يسار فتنا نقلي في هالمكان مثلا Scale الحجم ممكن نكبره ممكن نزغره فعلى حسب ما أشوفه مناسب ليا نجي ونشوف الألوان عدنا اللون بالأبيض اللي هو لون Rectangle 1 و 2 اللي هو المستطيل فأنا ممكن أغير اللون كليك واحد واختار اللون مثلا الأزرق هالشكل طبعا اللي هو اللي موجود عندنا ممكن هذا اختار اللون الأحمر بعدين نجي على Color Text Text 1 اللي هو النص الأول راح أخلي باللون الأبيض وبعدين الثاني أشوفه أنه هو أوكي مو مشكلة الأصفر خلينا نسوي لون ثاني مثلا هذا اللون بعدين لون النص ممكن نخلي أيضا باللون الأبيض فأشوف أنه الشكل صار عندي مناسب أكثر نجي على Scale Rectangle المستطيل الأول أنا ممكن شوي أصغره سين خلينا بس أشوف 25% هالشكل آين لو سحبت راح يصغر المستطيل بهذا الشكل نجي على Rectangle 3 اللي هو المستطيل اللي مكتب عليه برنامج منتاج أنت أيضا ممكن تحركه يمين أو يسار على حسب ما تريد وممكن أيضا لو النص راح ترجع وين ترجع التحكمات الخاصة بالنص فأروح على Position وبعدين أغير مكانه مثلا نخليه بهذا المكان بعدين أرجع المستطيل أعدله أو أزغره فكله على حسب ما أنت تريد وآخر الشيء اللي هي مدة الانتقال ومدة النص فأنا ممكن أسبيها سبع ثواني فأخليه شوية يتأخر هنا شوية والآخر شيء يطلع وطبعا كل النصوص نفس الطريقة كلها نفس الاختيارات كلها نفس الشيء إذا كنتم تريدون أنواع خطوط مختلفة للنصوص القادمة تقدرون تقترحون خطف معين وتخلو لي رابط التنزيل وإن شاء الله أحاول أعدل على القوالب الجاية وتكون كلها باللغة العربية إن شاء الله تستفادوا ومنعتها شكرا للمشاهدة